أهلا بك أستاذ هاب مشرفنا ومنوارنا في بيت للكل شفنا التقرير الذي يؤصل لتاريخ ممتد من العطاء أدوار مختلفة أيضاً نبارك لك المنصب الجديد أولاً بنسأل بماذا تعد المسرحيين والدراميين والفنانين من واقع توليك موقع جديد وماذا ستضيف للموقع أم الموقع ستضيف لك نبدأ أشكر حضرتك على الكلام الرائع والتهنئة الرقيقة دي في الأول المسرح حياة المسرح حياة للفنان ما أقدرش أقول أوعد يعني دايماً أقول أن الكلام سهل لكن أنك تعمل تفعل هو ده اللي بيبقى أصعب أنا جاي من مشوار كبير جداً في المسرح القومي وصولاً إلى المركز القومي المركز القومي هو منوض بزي ما بيقوله بتوثيق كل ما هو خاص بالموسيقى وبالمسرح وبالفنون الشعبية مسألة مش سهلة بالمرة مرسوا لي كبيري واضح أكيد يعني ممكن قد تتضح بيليك أنها مجرد شعر لكنها في الحقيقة أنت ماسك تراث بيبدأ من 1800 إلى هذا العام يعني أعتقد أن هي مهمة بتبقى ثقيلة شوية لكن طالما لبلدي والبلدي وفي حب بلدي أكيد ربنا بيعيننا يا رب شاعل يبدو أن المسئولية كبيرة كبيرة أستاذ إيهاب وخاصة أنه نحكي على مسرح ونحكي على موسيقى والمسرح المصري أكيد يعني عريق جداً من بقدم التاريخ وولادة الدولة المصرية أكيد في ترتيب للأوراق الآن في شيء مهم وفي شيء أهم ومظبوط يعني هو طبعاً حريبك الكلام صح جداً أنك تأصي لي أنك ترتبي هتعملي إيه بالزبط بس أنا هاخد زي ما كنا بلغة الفن انصرت صغير يعني دايماً بيبقى عندك طموحات وبيقى عندك شيء جديد يمكن أنا أكتر حاجة بقولها وإحنا ببرنامج عظيم زي ده إن إحنا بنحاول نعمل لأول مرة المصرح العربي يعني بنصل عندنا مسارح في كل الدولة العربية مهمة جداً أكيد إن إحنا بنؤرخ لكل الحركة المصرحية يعني ده الهدف الحقيقي اللي أنا لو أعمله يعني مهمة قوي إن أنا في 2023 أحاول كل شيء ورقي إلى رقمي ببساطة يعني مع التطورت آه مسرحية مثلاً السبينسا هاخد كتابها فاكتب سنة كام مين ممثلنا اكسس ورطتها أسياءها آآ خار إيرادتها كام قولي ده بنحاول يعني حاوثبته بالزبط بالزبط مسألة إن أنا أعمل ده بشكل ديجيل يعني زي بقولوا بتحوليه إلى رقمي صعب لكن في النهاية بنأمل إن دي الخطوة الأولى الليالحريك بتقولي البداية الخطوة الأولى اللي أنا بدأت بيها إن أنا إزاي ألغي كل ما هو ورقي يعني إن أنا أقول إيه طب فهات ورق كذا طب هات مصرحية كذا بالورق بس تعرف أستاذ إيهاب هاي بتوصل بشكل أسرع يعني الورقي كبابر صعب إنها توصل للكل في مختلف أنحاء الوطن العربي بس إحنا مثلاً لما نعملها كلها ديجيتال ونحوسبها بصير أسهل لأي واحد في الكرة الأرضية إنه توصل لها ما هو هو ده مهم بس أنت إنك بتنقلي ده الأهم وده الأصعب يعني ده أبدأ ده وقت لإنه هحلي بالك إننا عندنا حاجات يعني اللي واحد بيزعل في دماغ واحد لكن ملهاش أي مستنع يعني تلاقي مثلاً مثلاً تلاقي ناقد مهم جداً زي الدكتور عمد دوار هو عارف مين فين ده في عقله هو طب فين بقى الورق مش موجود فإحنا بنحاول إن إحنا نصل إن إحنا نؤرخ ونوثق لأن ده أعتقد دور يعني ده يعني زي يقول لك يا كفيني شرفاً لو أنا عملت ده يبقى ده نجحت في مهمة جداً